اشتركوا في القناة السؤال المطروح او التحدي الحالي يعني هو اعادة اعمار اقليم الحوز او انصح التعبير للمناطق التي كانت من كوبا من جراء هذه الفاجعة او يعني هذه الزلزال الذي مساء مجموعة من اقليم المملكة ولكن بداية نحن بالفعل امام تحدي يعني تحدي وهو اعادة الاعمار ولكن هذا التحدي يبقى يعني مقرونا بعدة تحديات اخرى اهمها يعني اساسا عدم طمس هوية تلك المجالات الجبلية او المجالات القروية علما ان الزلزال كان في مناطق مجملها يعني قروي او خارج المجالات الحضرية يعني هذا معطى اول ثم المعطى الثاني يجب استحضار يعني بعض الادوار الاخرى المنوطة بمؤسسات اخرى غير الدولة غير الجامعة ان علمنا ان رئيس المجلس الجامعة هو السلطة المسؤولة عن تسليم هذا الرخص المتعلقة بالبيناء وغيرها ثم الوكالات الحضرية القطاعات الوزرية سواء القطاع الوزري الواصع للتعمير واعداد التراب وكذلك الداخلية وغيرها من القطاعات المعنية قلت هنا يعني الفكرة وهو يعني يجب ان نستحضر بعض المعطيات الاخرى وبعض المجالات الاخرى ذات الارتباط الوثيق تدور وجودا وعدما مع اعادة الاعمار واهمها ما يتعلقوا باعداد التراب مع دستور الفين وحداش يعني الدستور الحالي اصبح اعداد التراب ضمن الاختصاصة الذاتي للجهات وبالتالي اصبح يعني اعداد التراب في خدمة الجهوية المتقدمة وليس العكس يعني على خلاف قبل الدستور حيث كانت الجهوية في خدمة اعداد التراب وبالتالي الجهة نجدها مسؤولة عن اعداد تصميم جهوي لاعداد التراب يعني تصميم وهذا التصميم جهوي لاعداد التراب له رتيباط وثيق بما يتعلقوا بجزئيات اخرى عندما يتعلقوا الامر بالمسالك القروية بالتعمير يعني القاعدة التعمير على المستوى القاعدة على مستوى الجماعات حسب تصنف السابق يعني حضرية وقروية يعني قلت هنا تصميم الجهوي لاعداد التراب هو الذي يستهدف التوزيع الامتل لهذا الانشيطة يعني التقافية السياحية البيئية الاقتصادية الاجتماعية وهنا نسائل ويعني جهات المملكة من ضمنها جهة مراكوش أسفي عن مقال التصميم الجهوي لاعداد التراب وإن كانت يعني هناك مجهودات من أجل إخراج والحيزة تنفيذ ولكن يجب مراعاة يعني هذه التحديات الحالية ومن ضمنها إعمار يعني الأقاليم التي كانت متضررة يعني من الضرباء الزلزلية ما يؤكد ذلك أن التصميم الجهة أن الجهة يعني التي تختص بإعداد تصميم الجهة وإعداد التراب تقوم كذلك بإعداد تصميم أخرى كالتصميم المتعلق بالنقل يعني النقل بين الجماعة الترابية المنضوية داخل مجال تراب الجهة وبالتالي يعني هذا التصميم نحن شهدنا ولاحظنا يعني في فترة الأزمة يعني في فترة يعني في الأيام التي ضرب فيه الزلزل وأيام الزلزل صعوبة يعني وصول لم نقل مساعدات ولكن في أحيان أخرى وصول السلطات العمومية في حديداتها لأن الطريق كانت مضمرة وهنا نتسأل عنها الطريق هل الجهات يعني بادرت في وقت سابق يعني الإعداد هالتصميم متعلقة بالنقل يعني الربط وتقوية الشبكة التروقية وخاصة في تلك المجالات التي كانت فيها شبكة ضعيفة لا أكثر من هذا إن كنا نسائل الجهة كجماعة ترابية في هذه الحالة نسائل كذلك العملات والأقالي من ضمن الإختصاصات يعني للداتية حسب القانون تنظيم رقم 112-14 المتعلق بالعملات والأقاليم الذي دخل حيث تنفيذه والآخر سنة 2015 نجد أن من الإختصاصات يعني هذا المستوى الترابي وهو يعني صيانة وإنجاز المسالك القروية وبالتالي هنا لاحظنا يعني هذه النقطة لها ارتباط كذلك بالنقطة التي سبقتها ولاحظنا الصعوبة التي يعني والتحدي الذي واجهها سواء المجتمع المدني أو السلطة العمومية من أجل يعني الوصول إلى الضحايا أو المتضررين من الفجاعة الأخيرة التي حلت بنا وبالمملكة هذا النقاش ينقلنا كذلك لنقاش آخر وهو أن شهدنا من جهة أخرى أن السلطات العمومية قبل حدود هذه الفجاعة بادرت إلى إصدار عدة يعني المذكرات ودوريات تستهدف واحد نوع من المرونة ولكن مرونة لتعطي أساسا قانوني للبناء في الوسط القراوي كانت آخرها مذكرة المشتركة بين وزارة الداخلية والقطاع الوزاري الوصي يعني على التعمير ولكن كذلك لا ننسى هذا ما يقود هنا هل البناء سواء بالوسط الحضاري أو حتى القراوي يراعي مقدضيات أخرى موجودة وهي ضوابط البناء العام المضضأ للزلازل هنا أحيي المتتبعين يعني لجريدتكم والمشاهدين الأفاضل لنقطة مهمة وهو أن أصلاً ضابط البناء العام بشكل عام ظهر أو النص تنظيمي له سنة 2013 وحالياً نشتغل بمرسوم سنة 2017 ولكن بخصوص الزلازل هناك نصص القانونية الخاصة أهمها يعني نصص مرسوم يعود لسنة 2012 كما تمت يعني إعداد النظر فيه سنة 2011 وبعد تغييرات الأخرى المدخلة سنة 2013 ثم أن هناك مرسوماً كذلك يتعلق بضابط البناء المضاد للزلازل الذي يجب تتبيقه على المباني التي يتم بناؤها بالطين وهذه النقطة لها ارتباط وثيق كذلك بالدور التي انهارت أو هي بصدد يعني هي آية للسقوط بعد هذه الفجاعة وهنا نطرح سؤال هل يجب التدخل من أجل إعادة الإعمار يعني في أقرب وقت ممكن أم نطرح سؤال أنه يجب كذلك إعمال نوع من طريط يعني أقولها يعني نوع من طريط حتى يتم إعادة الإعمار تفادياً لما سيمكن أن يحدث مستقبلاً لأن إعادة الإعمار تسجيب علينا هنا الحفاظ على الخصوصية المحلية كما قلنا في بداية الحوار يعني من المفروض ومن الضروري عدم تمس هوية وخصوصية تلك المناطق يعني المناطق الجبلية والمناطق القروية لأن في نهاية المطف عندنا حديثنا على إعادة التراب فنحن بصدد الحديث كذلك يعني عن كل الحقوق يعني كانت تقافية كانت اقتصادية اجتماعية تقافية فيما هو سياحي الجهة هنا يعني من مقوماتها الأساسية وهي السياحة والمركزية التي صارت فيها المملكة يعني منذ فجر الاستقلال دائماً تستهدف يعني مراعاة الخصوصية المحلية تستهدف من ناحية أخرى توسيع اختصاصات يعني كل مجال الترابي يعني الجماعات الترابية ولكن في نفس الوقت مراعاة واحدة الدولة هنا نرجع للجهة يعني مراكش أسافي ما يميز هذه الجهة وهو يعني تلك الخصوصية السياحية تلك الخصوصية التقافية التي تتميز بهذه الجهة وهنا قلت يجب يعني الاستحضار نوع من تريوت هذا نوع من تريوت مقرون بعدم طمسي الهوية يعني طمس تلك الخصوصية التي تميز تلك المناطق يعني الجبلية تلك المناطق القروية لأنه يجب أن يكون إعادة الإعمار منسجماً مع يعني مع محيطه مع مجاله وفي نفس الوقت السلطات العمومية لها هاجس يعني هاجس الوقت يعني إعادة الإعمار لأنه نحن نعلم أننا مقبلون على الفصل الشيطاء يعني تغيير يعني حتى الجو ثم دخول نحن بسدد يعني دخول سنة جامعية ودراسية جديدة نحن في شهر شيطن بيرو مقبله ونكذلك على شهر أكتوبر ترجمة نانسي قنقر